إذا ممكن تعطينا أمثلة أكثر من العهد القديم لأنه الغرض من الموضوع أخي عياد وأنت بتخدم الرب وبتشوف هذه الأسئلة بشكل متواصل عن هذا الموضوع أنه ما هي فبركة مسيحية عملناها في العهد جديد أنه العاوز أنه نصل لأ في إعلانات موجودة في العهد القديم عن هذه الظهورات التي تتكلم عنها يعني خلينا نتفق على مبدأ أن المسيح له وجود سابق قبل أن يولد في الجسد أنا وكل البشر لم يكن لنا وجود سابق نحن بدأنا الحياة منذ الولادة لكن الوحيد الذي يقال عنه آتيا إلى العالم أرسل إلى العالم دخل إلى العالم أدخل إلى العالم هو شخص المسيح مما يعني أنه كان له وجود سابق فالعهد القديم التسعة والتلاتين سفر أو حسب التقسيم الذي كان معروف النموس والأنبياء والمزامير كلها هي في تدرج إعلاني عن مجيء المسيح سواء كان في النبوات أو في الرموز أو في الظلال أشرت إلى مشهد زيارة الرب لإبراهيم وأشرت إلى نبوة في إشاعية سبعة أربعتاشر وأيضا في إشاعية تسعة ستة ميخة خمسة نين الذي يقول لنا أنه سيولد في بيت لحم منك يخرج لي الذي يرعى شعبي مدبر يرعى شعبي الذي ما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فهذه النبوة تقول لنا من الذي سيولد في بيت لحم ليس واحد إنسانا عاديا بدايته في الزمان لكن له وجود أزلي ما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل هناك أيضا الرموز إذا ذهبنا إلى خيمة الاجتماع سنتقابل مع قطع خيمة الاجتماع والتي كلها تتكلم عن شخص المسيح لكن هناك رمز واضح جدا بدأه الروح القدس في سفر الخروجة ساحة 25 كأول قطع للكلام عنها في قطع خيمة الاجتماع السابع وهي التابوت مما يصنع التابوت يصنع من ذهب نقي ويصنع من خاشب الصن عندما يتكلم الكتاب عن كلمة ذهب نقي فإنه يشير إلى اللهوت عندما يتكلم عن ذهب فقط مش نقي يتكلم عن التبرير عندما يتكلم عن الصن فهو يتكلم عن طبيعة بجانب الطبيعة اللهوتية وهي الطبيعة النسوتية لماذا خاشب الصن؟ خاشب الصن الذي لا يعرف الفساد لا يعرف السوس وكأن التابوت هو عبارة عن مادتان الذهب النقي وخشب الصن والتابوت من خلال دراستنا لخيمة الاجتماع ندرك تماما أنه الذي كان يقدم عليه على الغطاء التابوت ورش الدم في يوم الكفارة يتكلم عن حضور الله الذي كان يحل على الغطاء التابوت يتكلم عن شخص المسيح نفسه كما كان التابوت له خامتان الذهب النقي والخشب أيضا المسيح هذا إشارة ورمز وإرهاصات ومؤشرات تقول لنا عندما سيأتي المسيح سيكون ذو طبيعتين الطبيعة اللهوتية الذهب النقي والطبيعة الناسوتية خاشب الصن الذي لا يعرف الفساد إذا سرنا أيضا في باقي أجزاء الكتاب المقدس نكتشف أن رب أعطى الشعب في سفر الخروج المن لكن قبل ما ينزل المن يقول لنا الكتاب عنه كان ينزل المن مع ساقيت الندى يعني لازم الله ينزل الندى أولا وبعد كده ينزل المن والحقيقة الندى نفهم من خلال سفر التثنية صاحب 32 أنه يتكلم عن كلام الله والنبوات يغطل كالمطر تعليمي وكالندى كلامي وكأن قبل أن يأتي المن إلى الأرض يسبقه النبوات التي تشير إليه ومن هو المن من خلال يحنى 6 المسيح هو المن النازل من السماء خبز الله النازل من السماء فكان يجب أن يسبق مجيء المسيح نبوات لحصر لها وإشارات ورموز تؤكد لنا أن المسيح سيأتي مكتوب عنه مكتوب عنه في أصفر موسى في المزامير في الأنبياء إشارة الحية النحسية تتكلم عن شخص المسيح إشارة التبوت زهب نقي وخاشب تتكلم عن طبيعتي المسيح الزيارات الإلهية التي رآها إبراهيم تتكلم عن طبيعتي شخص المسيح موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة